صلي على الدمبي وتبسم أولا ما نقصد من الإزاحة الإزاحة يعني نحرك شكل ما في اتجاه آخر ولكن الإزاحة لا تغير لا من شكل ولا من الأطول يبقى نفس الشكل ونفس الطول وهما قابلان للتطابق ونستطيع إزاحة نقطة من نقطة من نقطة على تربعات مثلا هنا على تربعات أو باستعمال الأنصخ وماذا نقصد بالقلب؟ القلب هو مثلا أنا سأخذه هنا لكي أزيح هذا الشكل الذي هو عبارة عن مربع سأستعمل قن من اختيار مثلا سأستعمل قن ستة يمين وواحد أسفل هذا يسمى قن الآن سأزيح هذا الشكل أولا سأزيح من هذه النقطة واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة ثم سأهبط بواحد يعني هنا نقطة أولى هنا الآن النقطة الثانية واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سأنزل إلى الأسفل بواحد يعني هنا نقطة الثانية هنا الآن سأقوم برسم هذا المربع وسألونه بالأصفر حصلنا على شكل مربع بإزاحته بقن ستة يمين وواحد أسفل سنزلح الشكل الثاني الذي هو عبارة عن توازل الله بقن هو ستة يمين وواحد أسفل سنبدأ من هنا واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سنهبط بواحد يعني هنا قطة الأولى واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سنهبط بواحد يعني هنا الآن سنرسم الشكل حصلنا لإزاحت شكل متوازل الله الآن سنرونه بالأسرق دون استعمال القن يعني بدون استعمال هذا القن هذا نسميه كما قلت لكم قن بالإزاحت التي تنقل A إلى B يعني بدون أن نستعمل هنا قن بل فقط سنستعمل هنا الأنصخ لقد رسمتهما لكي لا أضيع الوقت ولكن سأشرح لكم كيف فعلت ذلك هنا هذا الأنصخ كنت بوضع الأنصخ على الشكل A وكي أقوم إزاحته إلى نقطة B هكذا 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 بهذه الطريقة الآن كنت بإزاحته هذا الشكل إلى نقطة B ثم رسمته هكذا ضغطت عليه بالقلم رصص هكذا ثم سيظهر هنا المربع ثم سأعيد رسمه وكي نحصل على إزاحت هذا الشكل إلى نقطة B نفس الشيء بالنسبة لهذا المتوازي الأضلع قمت برسمه في الأنصخ بهذه الطريقة سنعيد مرة أخرى لكي تفهموا إذن هكذا هكذا ثم أزحته إلى هنا نقطة B وقمت برسمه مرة أخرى ثم لونته ما وحصلنا على إزاحت الشكل A إلى إزاحته إلى نقطة B ونفس الشيء بالنسبة له المتوازي الأضلع أزحنا هذا الشكل إلى نقطة B إذا حركنا هذا الشكل ربع دورة في اتجاه حركة عقارب الساعة ثلاث مرات سنحصل على الأوضاع التالية بالتتابع ألون الجواب الصحيح هنا سنقوم بتحريك هذا الشكل ربع دورة هنا هذا الشكل هنا يوجد هنا في ربع دورة الآن سنقوم بتحريكه إلى هنا سيأتي إلى هذا المكان كما سنرى هنا انظروا جيدا يعني هذا المكان ثم إذا قمنا بتحريكه ربع دورة أخرى سنحصل على هذا الشكل ثم إذا قمنا بثالث مرة سنحصله سأنه سيرصل إلى هذا المكان يعني الجواب صحيح هو B سنقوم بتروين الشكل B هكذا باللون الأحمر السؤال رقم واحد ألاحظوا جيدا ثم أجدوا قن الانتقال من نقطة A إلى نقطة B أصمد دي ما نقول نقطة C بنفس القن الآن سنجد القن الذي نقلنا منها من النقطة A نقلناها إلى نقطة B كيف ذلك؟ سنحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني من هنا يمين ستة سنكتب هنا ستة يمين ستة يمين ستة يمين سنرى أسفل واحد اثنان يعني هبطنا مربعين هنا أسفل مربعين سنكتب اثنان أسفل هذا حصلنا على هذا القن هذا يسمى قن كما قلت لكم سابقا أصمد دي ما نقول نقطة C بنفس القن الآن سنذهب إلى C لكي نرسم النقطة D واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نفس القن سنحتفل بنفس القن هنا هنا ثم سنهبط باثنان واحد اثنان يعني هنا هنا سنأخذ المستارة وسنرسم سنبدأ سنرسم من هنا من ستة يمين سنهبط اثنان أسفل هكذا سنحصل على النقطة D هكذا حصلنا على النقطة D هنا النقطة D هنا ستة يمين واثنان أسفل السؤال رقم اثنان باستعمال قن الانتقال ثمانية يمين واثنان أسفل ألقل الشكلة في دفتري وأقوم بإزاحة مثلة A لأحصل على مثلة B سنقوم من لقنا هذا الشكل ثم سنزيحه لكي نحصل على مثلة الآخر اسمه B واحد اثنان ثلاث مربعات واحد اثنان ثلاث أربعة هنا أربعة حصلنا على المثلث الآن سنزيحه هذا المثلث لكي نحصل على مثلث B بالقل ثمانية يمين واثنان أسفل ثمانية يمين واثنان أسفل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم سنزيحه واحد اثنان هنا نقطة هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سنزيحه واحد اثنان هنا واحد اثناء ثلاثة اربعة. الان حصلنا على المثلث بي. هل تغير الشكل؟ نعم أم لا؟ لا لم يتغير. بقيت كما هو. هل تغيرت ابعاد الشكل؟ نعم أم لا؟ لا لم تتغير ابعاده. بقيت كما هو. الان الازاحة لا تغير لا في الشكل ولا في اطواله. ولهذا نسميه. يعني فقط نقوم بانقاله الى اتجاه اخر. سنتقل الى صفحة الموانية ثالثا. ألاحظ موضع العقرب الكبير للساعة وأكمل بما يناسب. إذا دار العقرب الكبير يعني هذا العقرب الكبير الذي موجود في تسعة. ربع دورة فسيصل الى مال؟ يعني إذا قمنا بإدارة ربع دوران سيصل الى اثنى عشر. نعم إذا قمنا بإدارة هنا سيصل الى اثنى عشر. نصف دورة فسيصل الى مال؟ يعني نصف دوران من هنا حتى هنا نصف دوران ثلاثة. سنتقل ثلاثة. السؤال رقم أربعة أضع علامة إكس في خانت الجو الصحيح إن قمت بتحريك الشكل واحد وهذا هو الشكل واحد ربع دورة في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نفسي فسأحصله هذا هنا ربع ربع وهنا ربع وهنا ربع وإذا قمت بتحريك هذا الربع هنا سيأتي إلى هذا الاتجاه يعني الشكل إثنان قمت بتحريك هذا الربع دورة سأقوم بتحريكه سنجده في هذا المكان يعني هذا هو الشكل إثنان سأعلم في الشكل إثنان إن قمت بتحريك الشكل ربع دورة في الاتجاه المعاكس في عقارب الساعة حول نفسي فسأحصل يعني هذا الربع سأقوم باتجاه المعاكس الآن سيأتي إلى هنا إذا قمت بتحريكه سيصل إلى هذا المكان يعني الشكل الثلاثة سنجده في هذا المكان السؤال رقم خمسة باستعمال الأنصخ أزيحوا الشكل الملون لتنطبق النقطة A على B سنأخذ الأنصخ كما فعلنا السابق وسنرسم هذا الشكل لكي نزيحه إلى النقطة B حاولوا أن تثبتوا الأنصخ وزيدا لكي لا يتحرك ويتغير الشكل الآن سنزيح هذا الشكل إلى النقطة B هكذا مسنع الصموة تثبتوا جيدا ورق الأنصخ الآن سنعيدوا رسمه سنعيدوا رقم خمسة لكي نزيحنا الشكل أ إلى النقطة B السؤال رقم سيطة أجدوا رقم خمسة لكي نزيحه إلى النقطة B أجدوا رقم خمسة لكي نزيحه إلى النقطة B سنعيدوا رقم خمسة لكي نزيحه إلى النقطة B ثم سنقوم بنقل شكل واحد إلى شكل تجير شكل اثنان أولا سنحددوا قد انتقال واحد أثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانيا ثم سنهبط بواحد يعني هنا قد انتقال هو ثمانيا يمين وواحد أسفل النقطة الثانية 1 2 3 4 5 6 7 ثمانية سنهبط النقطة الثانية هنا 1 2 3 4 5 6 7 ثمانية سنقوم بتروينه باللون الاصفر ساقوم بتروينه السؤال رقم سبعة أضع علامة X أمام الجواب الصحيح وحركوا الشكل ربع دورة في اتجاه حركة عقارب الساعة لأحصل على هذا الشكل أم على هذا الشكل أم على هذا الشكل مثلا سنقوم بإدارة هذا الشكل ربع دورة هنا يعني أين هو الشكل الصحيح هنا؟ نعم هو هذا إن قمت بتحريك نفس الشكل يعني هذا الشكل ربع دورة في اتجاه عقارب الساعة مرتين متتابعتين سأحصل على إما على هذا الشكل أو هذا الشكل أو هذا الشكل يعني نفس الشكل هذا سنقوم بتحريك مرتين متتابعتين أولا عندما سنحركه مرتين سينتقل أولا إلى هنا ثم إلى هنا يعني هذا هو الجواب الصحيح يعني هذا هو الجواب الصحيح السؤال 8 أزاحت إيمان الشكل الأصفر بقن فحصلت على الشكل الأزرق ألاحظوا وأكمل هل تستطيع معرفة هذا القن أجيب القن هو نعم نستطيع سنكتبه هنا نعم الآن سنبحث عن القن سنرى هنا 1 2 3 4 5 6 ثم سعدت بواحد أين هو القن؟ القن هو 6 6 يمين و1 أسفل هذا هو القن لهذا الشكل عندما نقلنا أو أزحنا هذا المستطيع إلى هذا الاتجاه هذا هو القن الذي استعملنا 6 يمين و1 أسفل السؤال رقم 9 في صفحة الموالية أضعوا علامة X في الخانة المناسبة وحركوا الشكل هذا هو الشكل نصف دورتين في اتجاه المعاكس لعقارب الساعة لأحصل على هذا الشكل أو على هذا الشكل هذا هو الشكل الآن سنقوم بتحريك نصف دورة الدورة الربع دورة ستكون هنا ونصف دورة ستكون في هذا الاتجاه يعني هذا هو الشكل الصحيح السؤال رقم 10 ألاحظ وأجيب هل أستطيع استعمال قن انتقال من النقطة A إلى نقطة B لإزاحة الشكل أخضر؟ لا لا يمكن سنقوم بتحريك نقطة B لإزاحة الشكل واحد أستعمل ماذا؟ أستعمل الأنصخ سنقوم بتحريك نقطة B أنصخ أنشئ إزاحة الشكل واحد لأحصل على الشكل الثاني يعني لقد قمت بإزاحة الشكل رقم واحد إلى الشكل الثاني ولقد استعملت الأنصخ وقد قمت برسمه لكي لا أضيع الوقت قمت بهذه الطريقة سأعيد مرة أخرى رسمته هكذا يجب على الأنصخ أن لا يتحرك لكي ترسمون الشكل صحيح هكذا تنبيت جيدا الأنصخ هكذا نصم بها هذه الطريقة هكذا والآن سنرسمه هنا سننزلح إلى هنا كي نرسمه هكذا الشكل الثاني الشكل الثاني قابلنا لتطابق نعم سنقوم نعم السؤال رقم 11 A B C مثلث قائم الزاوية باستعمال القان 2 يمين و 6 أسفل أرسم U منقولة A أرسم F منقولة B أرسم G منقولة C أولا أين نقطة A نقطة A هنا باستعمال هذا القان 2 يمين يعني 1 2 ثم سنبت بـ 6 1 2 3 4 5 6 يعني نقطة U هنا أرسم F منقولة B أين نقطة B هنا 2 يمين 1 2 سنبت بـ 6 1 2 3 4 5 6 يعني نقطة B هنا نقطة F هنا أرسم G منقولة C أين نقطة C هنا 2 يمين 1 2 ثم نصنبت بـ 6 1 2 3 4 5 6 النقطة G هنا ننشئ المثلث EFG الآن سننشئها المثلث حصلنا على المثلث EFG ما نوع المثلث؟ بما أن أبس مثلث قائم الزاوية يعني هذا أيضا قائم الزاوية مثلث قائم الزاوية لأنه لا يتغير الشكل ولا يتغير ولا تتغير الأطوال قائم الزاوية السؤال 12 أحركوا الشكل ربع دورة باتجاه حركة عقارب الساعة أربع مرات حول نفسه كيف سيكون شكل نمط المربع بالتتابع أضع علامة X في خانة الجواب الصحيح إذا قمنا بتحريك هذا الشكل أربع مرات حول نفسه على أي شكل سنحصل عليه هل هذا أم هذا أم هذا أولا عندما سأقوم بتحريك هذا الشكل أين سيصل؟ نعم سيصل إلى هذا المكان يعني هذا صحيح ولكن هذا خطأ وهذا أيضا خطأ ثم ماذا؟ إذا قمت أيضا بتحريك يعني أربع مرات حول نفسه ثم سيكون في هذا المكان ثم هذا المكان ثم سيعود إلى أصله يعني أن جواب الصحيح هذا نكتب علامة هنا السؤال رقم 13 ألاحظوا الشكل لانتقال الشكل من الوضع واحد إلى الوضع أربعة يدور حول النقطة A دورة في تجاه هنا النقطة A وهذا هو الوضع واحد وهذا الوضع الأربعة كيف انتقل هذا الشكل يعني الواحد هذا الوضع واحد إلى هذا الوضع رقم أربعة كيف ذلك؟ قمنا بتحريك هذا الشكل يعني الوضع واحد ربع دورة في الاتجاه المعاكس يعني اتجاه المعاكس هكذا ربع دورة لكي يصبح بهذا الشكل يعني ما سنكتب هنا يدور حول النقطة A ربع دورة في تجاه المعاكس لعقارب الساعة السؤال رقم أربعة نحن واحدة يعني القنة هو عشرة يمين وواحد أعلى الآن سنحدد النقطة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ثم سنصعد واحد يعني النقطة الأولى هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة سنصعد بوحدة هنا سنرى هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة سنصعد بنقطة هنا أنا سنصوم هذا كي لا تختلط النقط سنصل هذا ثم هذا. سنكمل. واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة من سنصعد. النقطة الاولى هنا. هذه النقطة. والان سنقذها конце النقطة. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ما سنصعد. سنصعد هذي. هنا تحت نرى واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. سنصعد هنا نقطة هنا. سنرى هذه النقطة. واحد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة سنصعد نقطة هنا. سنرى هنا هذه النقطة واحد اثنان تلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. سنصعد هنا. هنا سنرى هنا. واحد اثنان تلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هنا. سنكملوا رسم الشكل. هنا اثنان. فقد حصلنا على الشكل والانس منوينه بالازرق. موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى الحمد لله انتهينا إن شاء الله سنلتقي في دروس أخرى دمتم في رعاية الله وحفظه